هذه السجون يتعرض المغيبون وراء أسوارها لجرائم القتل البطيء بالتعذيب والتنكيل والإذلال والإهمال المتعمد وباعتراف دولي على وصف سجون العراق الرسمية بأنها تشهد أسوأ عمليات انتهاك لحقوق البشرية في العصر الحديث تقارير أمريكية صدرت عبر القرات ومنظمات حقوقية إقليمية إضافة لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني داخليا جميعها تحدثت عن الانتهاكات التي تشهدها السجون العراقية يعني حرامات نقول دائرة إصلاح هي دائرة تدمير البشر دائرة فساد البشر اليوم إذا أنت الطب للمعتقل على مخالفة أو الطب للسجن على تزوير أو الطب للسجن على جريمة أي جريمة الطبية للسجن تطلع الحمد لله والشكر تطلع فو الأوبشن تطلع كل جرائم حاويها في مقابل ذلك لا يبدو أن وزير العدل سالار عبدالستار مطلعا بما يكفي لما يحدث خلف القطبان إذ يقر تارة بعدم معرفته بأعداد النزلاء القابعين في السجون وينفي تارة أخرى وجود أي حالات تعذيب أو وفيات خلال عمليات انتزاع الاعترافات وبالرغم من حدوث أبشع أنواع الاستغلال للمعتقلين وذويهم الراغبين بالإطمئنان عليهم وفق منظمات حقوقية محلية ودولية إلا أن التقارير التي تصل إلى مكتب عبدالستار تبدو مغايرة تماما لواقع الحال في السجون هذا هو العبارة عن يهربون بهم مخدرات من داخل دائرة الإصلاح رائحة الانتهاكات التي تسكم الأنوف عبرت هذه المرة حدود العراق ووصلت إلى دول ومنظمات حقوقية عالمية نادت بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم في وقت تعالت الأصوات المحلية الحقوقية منها والنيابية بضرورة إيقالة وزير العدل كخطوة أولى تليها إجراءات أخرى عسى أن يحضر الإصلاح في دوائر الإصلاح ترجمة نانسي قنقر